الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا حياك الله نعم المحاضرة مسجلة ورح تنزل إن شاء الله على قناتنا رح بيكم طلابنا العزاء وحياكم الله في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وهذه الدورة اللي سوينا لكم إياها ONLINE على الـ Google Meet هاي الدورة مجانا رح نتناقش إن شاء الله بناتنا ونتحدث عن مادة الدراما وتفاصيلها وشلون نقراها وإلى آخره بالبداية خلي نعرف شون هي الدراما الدراما أو كما تسمى باللغة العربية المسرحية هي عبارة عن قصة مكتوبة وتمثل هذه القصة على مسرحية ويكون هناك جمهور إذن المرحلة المسرحية هي عبارة عن حداث تكون على المسرح ويكون عنده جمهور هذه هي المسرحية طبعا هاي الملزمة الطلاب اللي قاعد يسألوني عن هاي الملزمة طلابنا العزاء الملزمة هذه موجودة بكل الجامعات العراقية تقريبا موجودة في بغداد موجودة في البصرة موجودة في كافة الجامعات والمنشور منشور موجود بالقناة أيضا ناشرينا وين موجودة هذه الملزمة ملزمة المسرحية للمرحلة الأولى طيب بعدها هسا راح نعرف عرفنا شين هي المسرحية زين أكو شغلة مهمة جدا طلابنا العزاء لازم تعرفها أنه المسرحية المسرحية النص نص المسرحية أو الكتابة اللي تكون في كتاب المسرحية ما تكون باللغة الإنجليزية ها من يدرب هالمعلومة أنتم تدرون بأنه المسرحية باللغة الإنجليزية يعني المسرحية مادة المسرحية ما مكتوبة باللغة الإنجليزية تدرون بهذا حك المعلومة أو لا آه وينكم تعرفون بأنه مادة المسرحية للمرحلة الأولى أو المسرحية بشكل عام لا تكتب باللغة الإنجليزية وإنما تكتب بلغة شيكسبير اللغة الإنجليزية القديمة هاي المعلومة لازم ثبتونها يمكم طيب المشكلة وين المشكلة انه طالب من يريد يقرأ مادة المسرحية يجعل كتاب الكتاب لغة قديمة يروح يحضر محاضرة يم الدكتور ما يفهم كل شي فهذه هي اغلب المشكلة طالب ما يعرف وين يقرأ صح لولا ويانا طلاب انتو لولا بالضبط هي المشكلة المشكلة انه الطالب ما يعرف وين يقرأ نعم حياكم الله فاغلب الطلاب يحاول يقرأ المادة ما يعرف وين يقرأ فهذه هي اغلب المشكلة اللي يتواجه الطلاب طيب هسا راح نجي على القراءة المادة اشلون نقرأ مادة المسرحية طلابنا العزاء مادة هذه الملزمة موجودة بكل الجامعات العراقية والمنشور مال المكاتب والملزمة هذي موجود بالقناة مالتي بقناتي على التليقام تنظم القناة على التليقرام وراح تشوف المكاتب اللي تنباع بيها هاي الملزمة الملزمة ما موجودة ملف بي دي اف موجودة فقط كتاب ورقي ملزمة ورقية فاخذ الملزمة على مو تقدر التابع ويانا محاضرتنا الساعة تسعة ساعة تسعة ان شاء الله يوميا طيب هسا راح نجي اول خطبة حتى نقرأ مادة المسرحية انه لازم تفهم طلابنا الاعزاء اغلب الطلاب الكل يخطأ خطأ كبير وهو يجي بس يحفظ طلابنا الاعزاء الف مرة اسولفها والف مرة اقولكم اياها مادة المسرحية لا تحفظ مادة المسرحية الخطوة الاولى نفهم الخطوة الاولى نفهم اذا ما فهمت الاحداث باللغة العربية وكتقدر تشرحهم صديقك او نفسك ما راح تفهم مادة المسرحية اذا ما تفهم الاحداث ما راح تقدر تجاوب ابدا لاحد يقنعك ولا احد يقولك اقرأ المسرحية حفظ المسرحية مو حفظ المسرحية فهم اذا وياه كلتكم شنو هي الخطوة الاولى من يقدر يتكلم وياه شنو هي الخطوة الاولى اللي فهم مادة المسرحية بشكل عام اي مسرحية باللغة الانجليزية يلا من يحتي جيد احسنتي اذا الخطوة الاولى هي فهم الاحداث فهم الاحداث باللغة العربية هذه هي الخطوة الاولى يعني اي مسرحية تصير عندي لازم افهم شنو هي الاحداث هذه هي الخطوة الاولى هذه هي الخطوة الاولى لفهم مادة المسرحية طيب الصوت واضح طلاب الصوت واضح عني جيد زين إذن الخطوة الأولى هي فهم الأحداث باللغة العربية الخطوة الثانية تقرأ ملخص باللغة العربية وموجود الملخص طبعا بملازمنا تبحث عن معلومات بالجوجل وباليوتيوب تسأل أشخاص تحاول تحصل معلومات عامة عن المسرحية بحيث تقدر تشرحها أنت إذن الخطوة الأولى والثانية ملخص الخطوة الأولى والثانية من أريد أفهم مادة المسرحية بشكل عام باللغة الإنجليزية أو مادة المسرحية بشكل عام لقسم اللغة الإنجليزية أول شغلة أسويها طلابنا الأعزاء أفهم مادة المسرحية أو أفهم الأحداث أحداث المسرحية باللغة العربية جدا مهم إذا ما تفهم الأحداث لا تقول لي راح أفهم المسرحية وهنا أكو مشكلة راح تواجهنا يجيك الطالب أو يجيك أستاذ ويقل لك لا تقرأ باللغة العربية أقرأ بالإنجليزي خليك إنجليزي فكر بالإنجليزي هذا غلط هذا الشي غلط هذا الشي غلط هدى أحمد وبعض الطلاب اللي قاعد يعلقون شلون نقدر نعبر بعدنا يا أخوان بعدنا يا أخواتي انتظروا شوية عيني هس راح تجيكم خطوة خطوة أنا قلت الخطوة الأولى لا تستعجلون يا عيني لا تستعجلون انتظروا شوية هس راح تجيكم الخطوات الأخرى إذن انت شوفوا هي مشكلتكم تريدون كل شي بسرعة ساعة ساعة دايركت مباشرة هذا هو خطأكم هذا الشي بدمركم والله العظيم بدمركم يا طلابنا العزاء إذن الخطوة الأولى نفهم الأحداث ونفهم القصة ونسأل صديقنا ونسأل صاحبنا ونتناقش عن المادة ونفهمها ونعرف الأحداث ونفهم الحدش اللي صار فنفهم الأشياء بشكل عام عن القصة القصة باللغة العربية يعني مثلا أنا عندي أديباس مدرستوا أديباس انتو مدرستوها شو تسوي أول خطوة أول خطوة مو تروح تحط لك ملزمة وتحفظ هذا غلط هذا الخطوة الأولى غلط تحط تحفظ ملزمة أنتو أغلبكم وجيب ملزمة يلا نحفظ هاك لا غلط لا مو حفظ بالبداية مو حفظ بالبداية أفهم المسرحية أعرف عن شنو تتحدث مني الأحداث شنو الأحداث اللي صارت باللغة العربية أفهمها أقدر أعبر علي هاي الخطوة الأولى والخطوة الثانية نيجي على الخطوة الثالثة بهاي الخطوة طبعا تقدر تشتري ملزمتنا أو أي ملزمة طبعا ما أقولك ملزمتنا تفتح هاي الملزمة على الشخصيات هاي الشخصيات تحفظهن مثل اسمك باللغة الإنجليزية واللغة العربية وجر لي ألف خطوة مو خط واحد اللغة الإنجليزية والعربية يعني تزم الأحداء تزم الشخصيات تحفظهن حفظ مثل اسمك وأيضا راح يجيني طالب باباي يصير لي باباي ويصير لي وليام شيكسبير وكريستوفر مارلو ويقول لك استاذ لا ما يحتاج الكاركترز ما يحتاج الشخصيات طبعا هذا الطالب راح يضل فاشل اللي يقول هيتي راح يبقى فاشل وراح يرسب بالمسرحية وأني مسؤول عن كلامي هذه كلمتي أنا مسؤول عليها الطالب اللي ما يحفظ الشخصيات حفظ مثل اسمه ما راح يقول هي خطوات هي خطوات خطوة الأولى أفهم بعقلي أفهم براسي الخطوة الثانية أحفظ الشخصيات ثاني خطوة أي طالب أرجع وأقولها أي طالب راح يقول استاذ المسرحية ما بيها بس فهم أقول له أنت كل شو ما تفتهم أي طالب يقول المسرحية بس حفظ غلطان أي طالب يقول المسرحية بس فهم غلطان المسرحية تحتاج فهم وتحتاج حفظ بالبداية نفهم الأحداث باللغة العربية وتصير براسنا المعلومات بقلع بحيط نقدر نحكيها الخطوة الثانية راح نحفظ الشخصيات الكاريكترز هذه الخطوة جداً مهمة الشخصيات تحفظها مثل اسمك من هو درس من هو ما جاوب بالمسرحية بالله من هو ما جاوب بالامتحان امتحان أوديباس يعني مسرحية مع الأوديباس من هو امتحان وما جاوب أريد طالب ما مجاوب من هو ما مجاوب من هو أريد واحد ما مجاوب بالامتحان امتحان وما جاوب حورا أوكي زين سؤال حورا تقدرين تعرفيلي أوديباس نطيني تعريف أوديباس ايه نعم شو بالله عارفيلي يا شو بالله عارفيلي يا شو ما دكتور تعريف أوديباس انجليزي وعربي انجليزي وعربي انا قلت هسف تحفظون انجليز وعربي شو ما دكتور هو اللي يعني المالك بالانجليزي بالمداية اللي بالانجليزي ايه صراحة والله ما دكتور اعبر عن اي سؤال ممكن يجيك الساكو طالبة قبل شويه سألتني قارت استاذ شلون نقدر نعبر شلون نقدر نعبر طبعا شلون تقدرين تعبرين عن عن الامتحان اول شي تحفظيني شخصيات حتى من اريد اتكلم عن اوديباس اعرف من هو اوديباس من اريد اتكلم عن يعني مثلا الشخصيات الاخرين اعرف منهم اقدر اتكلم الشخصيات المسرحية حفظ مثل الاسم مثل الاسم تنحفظ لي صغد بالاقر علي حميد علي مطل بالعربي غلط بداللغة العربية وباللغة انجليزية باللغة العربية وباللغة الانجليزية الاشياء هاي هذي لأ هذي vein Looks like تحفظ مثلا حفظ مثل اسمك تحفظ مثل اسمك الشخصيات طيب هذه هي الخطوة الثالثة والمهمة جدا ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة لدراسة مادة المسرحية طبعا ورما قرأت الشخصيات وحفظتهم تبدأ تقرأ تلخيص لكل مشهد مع تحليل والفهم وتأشير الأسماء والأرقام والأماكن هنا أنت راح تجيب الملزمة وتابعويا الأستاذ أستاذك أستاذ الجامعة وتابعويا تشوف شك معلومة ملاحظة رقم تاريخ ترى انبينات أخوان والله العظيم مواضحات يعني الأستاذ راح يأشر لك رقم مثلا أكو أرقام أكو تواريخ أكو أسماء مثلا أسماء الشخص أسماء مثلا أبن هاي الأشياء أشرها أنت يمك بالملزمة وبالكتاب أشرها يمك ابدي أحفظ الأرقام التواريخ يعني مثلا على سبيل المثال أنت يعني مثلا أو دي باس كم طفل كان عنده مثلا على سبيل المثال شنو اسم المدينة اللي راح لها أو دي باس هذه أشياء مهمة جدا يعني لازم تنحفظ إذن الخطوة الرابعة هي حفظ الأسماء والأرقام والتواريخ اللي تكون عندي بالمسرحية الخطوة الخامسة ترجع على الكتاب بعد ما قرأت المشهد وقرأت التحليل مالته وأنت عندك فكرة على السين ترجع تقرأ النص الأصلي والتابع ويا الأستاذ قصده طبعا الملخص الخطوة الرابعة والخامسة أنت راح تسوي بشكل عام يعني متابع ويا الأستاذ الأستاذ وش راح يقول لك على شغلات أنت تابع ويا وأشر وحدد وهذه الأمور هذه الأشياء كلها سويها طيب وأيضا عدنا خطوة مهمة جدا وهي نماذج أسئلة للدكتور اللي درسك حاول تأخذ لك نماذج أسئلة وتطلع على المادة شلون جاية وأنا وياكم إن شاء الله هذه مقدمة عن مادة المسرحية ويعني بشكل عام وأنت أبدا لا تخافون إن شاء الله أنا راح أشرح لكم المادة بالتفصيل وأمتحنكم هاي الملزمة ضروري جدا تشترونها تشترون هاي الملزمة من المكاتب اللي موجودة والتامعون ويا أنا أول بأول طبعا طريقة الأسئلة بالدراما هواي طلاب يجلون سألوني أستاذ شو أن تجي الامتحان طبعا أول شي تجي فراغات صح وخطأ MCQ اللي هي Multiple Choice صح وخطأ فراغات هذه الشي عام أيضا ممكن يجيك تحليل أن الأستاذ يجيب لك عبارة وأنت تشرحها أو ممكن يجيك كوتيشنات يعني وإنت راح نشرح الكوتيشنات وراح أعلمكم عليهم أيضا إن شاء الله بهذه الدورة أو يجيك ربط ممكن يجيك قائمة أي وقائمة بهذا بشكل عام وهنا أنا أسوي لكم يعني حاجة كل شي مرتب عن مادة الادراما وإلى آخره طيب اليوم أحنا أخذنا أنا راح نطيكم مجال راح نطيكم مجال نهاية المحاضرة نعم أحنا أخذنا بشكل عام مقدمة عن مادة الادراما وعن ما شلون تقراها وشلون الأشياء المهمة اللي بيها وشلون تبدي فهذا هي مقدمة عن مادة الادراما حاول تشتر هاي الملزمة على ما تستفاد من هاي المعلومات الموجودة وهذا راح نبدي ناخذ تعريف الادراما تعريف الادراما is a literary work هو عمل عدبي is written to be acted ويكتب لكي يمثل on stage by actors إذن يكتب لكي يمثل عن طريق الممثلين ويكون عندي هناك audience يكون عندي جمهور هذا هو تعريف الادراما تعريف الادراما حفظ وأيضا مهم طبعا هاي الملزمة كل شي بيها خصائص المسرح الأغريقي كل شي موجود بهال الملزمة أنواع الادراما طبعا أنواع الادراما بشكل عام هي الادراما التراجيدي والادراما الكوميدية الادراما التراجيدي والادراما الكوميدية وطبعا عندنا أيضا بعض المصطلحات هذه الأشياء مادة الادراما تعريف الادراما انواع الدراما ذلك راح ندرس ان شاء الله بالمحاضرة الجاية اليوم راح انطيكم مجال تسألون اي سؤال او استفسار عن المادة او عن المزمة احنا نتقبل وحياكم الله تفضلوا من عنده سؤال بس اريد بنظام اللي اقول له تفضل خلي تفضل والباقي يسكت نعم من عنده سؤال وعليكم السلام هل ان غفران تفضل اي غفران دكتور وين هكذا هاي الملازم انت يا محافظة محافظة واسط بمحافظة واسط انت متعرفين المكتب اللي اشتريت من عندها ملزمة مع تطوير اللغة الانجليزية يعني نفسيتها نفسها يعني موجود بها مع كل المسارف والمقدمة موجودة كل المسرحيات والمقدمة بس قليل اريد منزمة المسرحيات ما حللولة بس تمام دكتور نعم من عنده سؤال اخر اهلا دكتور اخير دكتور اهلا حوراء خلي حوراء تتكلم يلا حوراء تفضلي اسل دور الحوراء راءت يلا هو هذا يسمونه حوراء هذا يسمونه الكوتيشينات الكوتيشينات شن هنه اقتباسات هذن موجودات بالملزمة ايضا عبارة عن شنه هو ينطيش نص بالمسرحية ليش قلت لكم لازم تقرون المسرحية الاصلية ها وانت راحت انت طبعا شوفي مستحيل تقدر اغلب الطلاب يخطأون شي سوون يحفظون الكوتيشينات حفظ غلط انت لو فاهم المسرحية وفاهم الاحداث وتعرفين تعابرين عنهم باللغة الانجليزية اي كوتيشن يجيش تدريني تحلينا اي فانت افهم الاحداث وعليكم السلام حياكم الله عيني هس انتم قناتي قناتي مار التليقرام مو تعرفونها قناة الرئيسية مار التليقرام اي موجود عدكم موجود عدكم بالمنشورات مو هذا المنشور الاخير اللي قبله مو هذا المنشور الاخير اللي قبله موجود عدنا موجود الرابط ما للملزمة والتفاصيل كلها حت وعليكم السلام كل المكاتب موجودات هنا بس تضغط على الرابط راح يوصلك الى المكاتب اشارح كل شي خص الانجليزية وعندي مادة في تحميل النحو الموخيم شارح كل شي خص الافريمان موجود بالملزمة كل شي موجود اسئلة واجوبة عن الافريمان كل شي موجود بيه هاي الملزمة ملزمة موجودة عدكم بمكتبة تعرفينها خلاص كل جزيرة وبالنسبة للطلاب السيلونية على صلاح الدين مكتبة الضاد موجودة ايضا بالمكاتب تقدرون تستفسرون وعليكم السلام